أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العلاقات بين العراق والأردن تشهد تطوراً واضحاً وملموساً بفضل رغبة مسؤولي الدولتين على تمييزها خدمة للشعبين الشقيقين وبحسب بيان الرئاسي فإن الرئيس صالح التقى رئيس مجلس النواب الأردني عاطف التراونة واستعرض تطورات الأوضاع على الصعيدين العربي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترى وأوضح صالح بحسب البيان أن الاتفاقات التي وقعت مؤخراً بين حكومتي البلدين وخطوات تنفيذها تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه بعدما تجاوز خطر الإرهاب وانتصر بجدارع بما يحقق الفوائد المرجوة منها وينعكس على المستوى الاقتصادي والتجاري فيهما ترجمة نانسي قنقر